التقوى بجملة مختصرة هو أن تبحث عن رضا الله بفعل ما أمر رغبة فيما عنده وأن تجتنب كل ما يكرهه ويبغضه خوفا من عقابه جل في علاه هذه هي التقوى وهي تكون في القلب ابتداء لكنها لا تكون حبيسة القلب مع إمكان ظهورها على اللسان والجوارح ولهذا ما يكون في القلب ليس أمرا لا أثر له ولا ثمر في القول والعمل بل له أثر في القول والعمل ينبغي الإنسان أن يفتش على التقوى التي في قلبه في أثارها وثمارها في سلوكه وأخلاقه وقوله وعمل عند ذلك يكون من الفائزين هذه المعاني يا أخي الكريم نحن نذكر بها في كل جمعة وفي كل موعظة والله عز وجل في كتابه أمرنا بالتقوى أمرا عاما وأمر المؤمنين بالتقوى وأمر الأنبياء بالتقوى فكلنا مأمور بها ونحن نحتاجها مع تردد النفس وهي خير ما نصطحبه عند مغادرة الدنيا لذلك قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فخير ما يلقى به الإنسان ربه عز وجل يوم القيامة هو أن يأتي بتقواه فيكونوا من المتقين الفائزين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إن للمتقين مفازة اللهم أشهرنا منهم زكرا لخير شكرا شكرا للمتقين